ما هي حقيقة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الفواسق الخمسة اللائي وجب قتلهن؟ ما هو معنى ما ذكره عن الفواسق وما هم ولماذا أسماهم بالفواسق؟ ما هو رأي جمهور الفقهاء في ذكر بعض الحيوانات في ذلك الحديث ووجوب قتلهم؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير رجينا من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات إن الأمن والأمان الذي أراده الله لمخلوقاته في الحرم والإحرام أمن وأمان على الإنسان وأمن وأمان من الإنسان وقد أمنت الشريعة السمحة الحيوان والطير حتى الحيوان البرية المتوحش أمنته من الإنسان المحرم كما أمنته في الحرم على اختلاف الأزمنة وفي هذه الأحاديث يأتي دور تأمين الإنسان حلالا أو محرما من بعض مخلوقات الله التي أراد لها أن تؤذي الإنسان أو أن تفسد له أمتعته أو أن تنغص عليه حياته كما حجبت الشريعة السمحة أذاه عن غيره ومكنته من الدفاع عن نفسه وصد الأذى مما يهدده بالأذى وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحداية وفي لفظ آخر فواسق في الحل والحرم وإنما رخص في قتل هذه الخمس وما في معناها يقتل أيضا على الصحيح لما فيها من الأذى والإضرار فكل ما يحصل منه ضرر وأذى جاز قتله ولو في الحرم وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى الخبث والخروج عن الحرمة ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى خروجها بالإذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببا في جواز قتلها للإذاء المترتب عليه قال المناوي ويزيد الغراب بحل سفرة المسافر ونقب جرابه فلعل هذه هي الحكمة من قتل الغراب وما ذكر معه قال الشافعية المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذن يجوز للمحرم قتله وما لا فلا وفي رواية خمس فواسق يقتلن في الحرم عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام وهذه الزيادة يعني في داخل الحرم وهو محرم الفأرة والعقرب والغراب والحدأ والكلب العقور وفي رواية قال وفي رواية حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأ والفأرة والكلب العقور وعن ابن جريج قال قلت لي نافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم الغراب الحدأ والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور وهكذا السباع كالذئب والأسد والنمر ونحو ذلك وهكذا الحشرات التي تؤذي كالبعوض والذباب ونحو ذلك مما يؤذي كل ذلك لا حرج فيه على المحرم والحلال جميعا في الحل والحرم فكما يحرم على المحرم صيد البر وأكل لحمه إذا صيد له يحل له بل يستحب أن يقتل ما يهدده بأذى اللسع كالعقرب والحية والثعبان والأفع والزنبور حتى البعوض والذباب وأن يقتل ما يهدده بخطف طعامه وأمتعته كالحدأ والغراب والسقرة وأن يقتل ما يهدده بإفساد البيت والفراش وتخريب الثياب وقرض الأمتعة كالفئران وأم عرسة وأن يقتل ما يهدد حياته بالعض أو الافتراس كالكلب العقور والذئب والسبع والنمر والفهد وإذا جاز للمحرم أن يؤمن نفسه وأن يقتل ما يؤذيه وهو صورة المسالمة وصورة السلامة جاز لغير المحرم أن يؤمن نفسه من هذه الأشياء من باب أولى قال الحفظ بن حجر التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بيّن بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكمة فقد ورد في بعض الطرق بلفظ أربع فأسقط العقرب وفي بعض الطرق ست فأثبت العقرب وزاد الحية وإن كانت خالية عن لفظ العدد وفي بعض الطرق ذكر الأفعى فصارت سبعا وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة من طريق ابن عوانة عن نافع قال قلت لنافع فالأفعى قال ومن يشك في الأفعى هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم عزيزي المشاهد أترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا اشتركوا في القناة